لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور ينفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فدرسنا هذا المساء افتتاح لعدة دروس تتعلق بالأولياء وعنوان هذه الدروس تلك هي الولاية يعني أي على حدها وحقها ولأن الأولياء هم قبة بني آدم أردنا أن ننوِّه بذكرهم سواء في الأمم السابقة أو في هذه الأمة المجيدة وأولياء الله تبارك وتعالى هم جنس لا نظير له حققوا طاعة الله تبارك وتعالى على وجهها في كل شيء فهم المُقتدى بهم على الحقيقة بعد الأنبياء وأولياء الله من هذه الأمة هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو أحد الأولياء إن الله عز وجل نظر في قلوب العالمين فاصطفى محمدًا لرسالته ونظر في قلوب العالمين فاصطفى أصحابه له فهؤلاء الأصحاب لم يكونوا كأصحاب أي نبي فإن مثلًا أصحاب موسى عليه السلام قال موسى عنهم لما قالوا له أرِنَا الله جَهْرَة وصفهم موسى عليه السلام بوصفٍ شديد حتى أن الله عز وجل قال وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا تأمل في هذه العبارة وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ لم يقل من قومه أي أن كل الفضلاء تقريبًا في قوم موسى أخذهم موسى عليه السلام عندما ذهب إلى مناجاة ربه فهؤلاء هم الأفاضل المُقتدَى بهم في بني إسرائيل فلما ذهب موسى عليه السلام بهم إلى ميقات ربه قال هؤلاء الأفاضل أرِنَ الله جَهْرًا لن نؤمن بك حتى إيه نرى الله جَهْرًا كانت النتيجة أن قال موسى عليه السلام أن وصفهم موسى عليه السلام بأنهم فاسقون دل يعني أفاضل قوم موسى عليه السلام وأفاضل قوم عيسى عليه السلام قالوا له هل يستطيع ربك أن يُنزِّل علينا مائدةً من السماء دل بعض الأفاضل النصارى اللهم الحواريون أتباعوا عيسى عليه السلام لو نظرت إلى هؤلاء حتى لو كانوا أفاضل ولم يُسجَّل هذا عليهم ما الذي تعرفونه يا معاشر المسلمين عن موسى عليه السلام أكثر من أنه نبي رسول وقصته مع فرعون هل تعرفون عن موسى عليه السلام كيف كان يأكل كيف كان يشرب كيف كان يلبس كيف كان يحزن كيف بوادر فرحه وحزنه أي شيء عن موسى عليه السلام هل تعرفون غير ما ذكر في القرآن مما يتعلق برسالته لا هل تعرفون أيضا شيئا عن عيسى عليه السلام غير ما تعرفون من رسالته أبدا أما نحن معاشر المسلمين فنعرف كل شيء عن نبينا كل شيء وأدق ما يكون عن نبينا عليه الصلاة والسلام ليه لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء ولن يأتي بعده نبي نقل كل شيء حتى يُقتدى به حتى ما كان من الجبل كيف كان يمشي كما ذكر في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما يتحذر من صبب قيل لأنس بن مالك أشاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان في لحيته إلا سبعة عشر شعرة بيضاء ألا إذا ناعد يعد بقى ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم وبيعد بقى الشعب الأبيض الذي في لحياته عليه الصلاة والسلام قيل لخباب بن الأرد أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر لأنها صلى سرية قال نعم قال كيف كنتم تعرفون أنه يقرأ قال بالطراب لحيته يعني لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة فكانت ترى من الخلف فكان إذا قرأ في الظهر أو العصر تطلب لحيته عليه الصلاة والسلام قال جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم خرجت في ليلة قمراء إضحيان إضحيان يعني أمر 14 في نصف الشهر حيث يستبد الجمال بالقمر خرج جابر بن سمرة في هذه الليلة القمراء ليعقد مقارنة بين وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبين القمر قال فاجعلت أنظر إلى القمر مرة وإلى وجهه مرة فلكان في عيني أجمل من القمر يعني ما خرج من بيته إلا لهذا إلا ليعقد هذه المقارنة وقيل لجابر بن سمرة أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف قال لا بل كان كالقمر هنا لم يقصد أن يصف جماله ولما قال له أكان وجه النبي كالسيف ما قصد أن يكون وجها متجهما غليظا لا إنما عايز أقول له وجهه كان طويلا قال له لا كان مستديرا أدي معنى الحديث أكان وجهه كالسيف طويلا يعني قال لا بل كان كالقمر أي كان وجهه صلى الله عليه وسلم مستديرا ووصفت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النساء لما قيل لها صف لنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا رأيته قلت الشمس طالعا وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو غيره يعني الآن يعني التبس علي قال كنا نرى وجهه صلى الله عليه وسلم في الحيطان زي بيكون مرايا وانتم صلط على الحائط كنا نرى وجهه كالشمس على الحائط فضلا عن وصف زوجاته صلى الله عليه وسلم له وما كان أفعل في البيت بحيث أنه يتأسى به حتى في الجبلة فيما كان أفعله جبلة صلى الله عليه وسلم ولذلك غلبت محبته على المحبين اللي هم برضو قبة من بعد الأولياء من بني آدم الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أيضا من الأولياء الأولياء جاء وصفهم في كتاب الله تبارك وتعالى في الآيات المشهورة في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله أي لوصف الله لأن وصف الله عز وجل وحكمه كلمات الذين آمنوا وكانوا يتقون ورد هذا الإجمال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الإلهي الذي انفرد به الإمام البخاري عن سائر أصحاب الكتب المشهورة حتى أن هذا الحديث لم يروه الإمام أحمد برغم أن مسند الإمام أحمد يعتبر من أكبر مسانيد الإسلام بعد مسند بقي بن مخلد الأندلسي لأن مسنده أكبر مسند في الإسلام وبكل أسف هذا المسند مفقود حتى الآن لا نعرف عنه شيئاً إلا عدة الصحابة الذين روى لهم في هذا المسند فيما احتفظت به لنا المخطوطات من مؤلفات الإمام أبي محمد بن حزم رحمة الله عليه يعني عدة الأحاديث وأيضاً ظفرنا في السنوات الأخيرة بكتاب لبقي بن مخلد في وصف الحوض والكوثر نسأل الله عز وجل أن نكون من الواردين عليه يوم القيامة جزء صغير وبقي بن مخلد هذا خليني أعمل حاشية كده لأننا يعني لازم أقول لك القصة دي كل ما يعني يأتي سيرة بقي بن مخلد على قلبي أذكر هذه القصة سواء قلتها أو ذكرتها في قلبي بقي بن مخلد قال لأهل الأندلس لقد زرعت زرعاً لن يذهب إلا بخروج الدجال الزرع دي بقى مصنف بن أبي شيبة إنما رواه بقي بن مخلد مصنف بن أبي شيبة ده مطبوع في ست عشر مجلد رواه بقي بن مخلد الأندلسي بقي بن مخلد هذا رحلته كانت أربعاً وثلاثين سنة الرحلة الأولى عشرين سنة والرحلة الثانية قال أربع عشر سنة جاي من الأندلس الأندلس البعيدة من إسبانيا يعني ها؟ مش من المغرب اللي هو المغرب العربي بتاعنا لا المملكة المغربية لا جاي من الأندلس تعرف جاء من الأندلس إلى العراق ماشياً على قدمه وكان رجلاً طوالاً جسيماً قوياً وما ركب بقي بن مخلد طوال الأربع وثلاثين سنة دابةً قط أربع وثلاثين سنة ذهب إلى مصر وذهب إلى العراق وذهب إلى الشام كل هذا من الأندلس ماشياً على قدمه هل رأيتم جلداً في الدنيا كهذا؟ أنا شخصياً لم أرى إطلاقاً على أي أحد في الدنيا ما رأيت على بقي بن مخلد الأندلس جاء بقي بن مخلد من الأندلس إلى العراق رغبةً في لقاء الإمام أحمد فأول ما دخل بغداد كانت المحنة قد وقعت محنة خلق القرآن ومنع الإمام أحمد أن يجتمع بثني أو بواحد الخليفة قضى عليه هذا بكل أسف يعني المعتصم اللي هما يعني كل ما شاي ومعتصما والمرأة التي ومعتصما هو قرن المعتصم يعني جر الجيش العرم رم وذهب إلى عمورية وأدبها الكلام ده أهو المعتصم ده هو الذي جلد الإمام أحمد بيديه أسوأ ما فعل إن كانت له سيئة سوداء في تاريخه فهي جلد الإمام أحمد بسبب قضية خلق القرآن الكريم وأنه عهد إلى الواثق بعده إن يتبن قضية خلق القرآن الكريم وهذه القضية الصلعاء التي امتحن العلماء بسببها ومات فيها من مات في القيد والحديد كمحمد بن نوح الجندي السابوري وكالبويطي صاحب الشافعي وكغيرهم من الأئمة ماتوا في الحديد وهم مقيدون بالحديد وجلد كثيرون منهم علي بن المديني شيخ الإمام البخاري الذي قار فيه البخاري ما استصغرت نفسي بين ياذي أحدهم إلا بين يد علي بن المدين استمرت هذه الفتنة والصلعاء من آخر عهد المأمول وخدت عهد المعتصم كله وعهد الواثق كله حتى جاء المتوكل فرفع المتوكل والمحنة وأظهر فضل الإمام أحمد لكن بكل أسف ظل الإمام أحمد ممنوعا من التحديث حتى في عهد المتوكل وأنا لا أدل والله لماذا إذا كان المتوكل يلقب بمحي السنة إذا لماذا منع الإمام أحمد من التحديث المهم جاء بقين مخلد ودخل بغداد وبدأ يطوف على حلاق العلم فدخل على حلقة جليلة كبيرة قال من هذا صاحب الحلقة بقى الشيخ قالوا هذا يحيى ابن معين ففرح لأن يحيى ابن معين قرين الإمام أحمد وصاحبه وإمام الجرح والتعديل فقال فسمعت الناس يسألونه عن رجال ورواة وهو يجيب فرفع يديه ليسأل قال رحمك الله رجل غريب أتى من إفريقيا ويريد أن أسأل سؤالا قال سل قال ما تقول في أحمد بن حمد فتعجب يحيى وقال أحمد أنا أسأل عن أحمد أحمد يسأل عننا خلص أخذ الجواب وجعل يبحث عن بيت الإمام أحمد طرق الباب خرج إليه أحمد وكان رجلاً نحيفاً ضعيفاً لا يقوى على الجلد أنا متعجب والله من قلب المعتصب كيف جلد هذا الإمام إن لم يكن لعلمه لجسمه كان ضعيف البنية الإمام أحمد أنا ذاك وبعدين الجلاب بتاع المعتصم كان رجلاً غشوماً ضرب الإمام أحمد ضرباً مبرحاً حتى أغشي على أحمد أغمي عليه وكان صائماً وكان يوم اثني وأتوا له بالماء ليشرب فأبى ليبدو لأنه أراد يعني أن يلقى الله صائماً المهم تحارف لم يكون واحد عنده غل أو عنده همة مثلاً يهمة كأبي ذر مثلاً لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنه في غزوة تبو وركب البعير بتاعه وجعل السحث الباري على المش والبعير بيجرع على آخره أبو ذر شايف البعير ما بيجريش لأن همة أبي ذر أقوى من همة ومن سرعة البعير زي ما أنت تكون بتسوق سيارة وانت بستعجل جداً تحس على سرعة متين وانت حسن أنت مع سرعة تمانين مثلاً اهتيالك تنزل من السيارة وتجري هتنسبق السيارة من شدة همتك فأبو ذر لما تلوم بعيره أو شعر أنه تلوم ومن شرد يجري نزل ولفع عزاله على كتفه ومشى ربما كان البعير أسرع من أبي ذر لكن همة أبي ذر كانت أقوى من سرعة البعير المعتصمة لما هذا العلج اللي بيضرب الإمام أحمد حس المعتصم من كتر ما بيجادل الإمام أحمد فقال يا أحمد قلها يا أحمد قل مخلوق وخلص نفسك قال يا أمير المؤمنين قل لي شيئاً من كتاب الله أو من سنة رسول الله أقول به فيقول لهذا الضارب شد قطع الله يدك يعني ده مش ضرب اضرب صح فيوم يشتد على الإمام بالضرب تخيل واحد دراعه وتخني كده وبعدين الرجل كده انت عارف الجماعة اللي بيكون حوالين الأمراء وتشوف الرأساء والأمراء وتشوف الحرض بتاعهم الواحد تعرج بزريبة ها؟ لو حطوته على زريبة يعرش تخني بقى والرأبته تخني كده وده تخني كده أو المحتصم كان أشد من كده كانوا زمان لا بيأكلوا بقى حاجات معلبة ولا الكلام ده لكنوا بيأكلوا أكل على أصوله بقى فيؤمن له شد قطع الله يدك هذا ليس ضرب اضرب أشد من كده وبعدين لغل المعتصم كتر ما بقول لإمام محمد قلها يا أحمد أفك قيدك بيدي الإمام يقول لي يا أمير المؤمنين قل لي شيئا من كتاب الله أقوله به أو شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقوله به أقوله به عمل إيه المعتصم بقى ما عجبوش ضرب هذا الصنديد نزل وأخذ السوطة من يد هذا الصنديد وضرب أحمد جلده ظنا منه أنه يشتفي من أحمد هذه النقطة السودة اللي هتظل في تاريخ المعتصم أنه جلد الإمام أحمد بيده والمهم معلش يعني دي كل ما بيبتوا واجعاني جدا يعني قصة المعتصم ترجمة نانسي قنقر أدبتني كثيرا محنة الإمام أحمد وثبتتني أيضا فيما وضع المحن المهم أن بقي ابن مخلد لما طرق الباب ففتح له الإمام أحمد فقال له رجل غريب جئت من إفريقيا قال له رجل غريب فقال من أين قال من إفريقيا قال سبحان الله إن موطنك لبعيد قال جئت قال جئتك لتحدثني قال ما كان أحد أجدر أن أحدثه منك لكنه لعله قد بلغك ما أنا فيه من المحنة قال نعم علمت بها لما دخلت بغداد فقال له أنا جئتك من مكان بعيد حدثني ولو حديثا في اليوم أو حديثا حدثني حديثا أو حديثيني وسآتيك كل يوم في زي السؤال هلبس ملابس مع الطعم زي ما يكون واحد شحات وحطرق الباب وقولك حسن لله عشان ما فيش حد يكتشف من عسس الأمير أو عسس الخليفة إن في حد بيطرق باب أحمد وأحمد بيفتحه وبيدخل البيت كمان فهو يقول له أنا يعني سأحاول بعد ملبس زي السؤال وأشيل عصايا كده وهذه موهدوم وأطعه وحاجة ألفها على راسي تكون برضو مزيدة كده وبتاع بحيث بش حديث وأقول لك لله يا محسنين والكلام قال له على ألا يراك أحد واتفأوا على كده فكان كل يوم يأتي ويطرق الباب ويدخل خلصة ويأخذ من الإمام أحمد حديثا أو حديثين في اليوم حتى أخذ شيئا جليلا على الإمام أحمد رحمة الله عليه طبعا يعني القصة نفسها الذهب تكلم فيها وشكك فيها ودليل الذهب الوحيد أنه وقف على نصف مسند بقي بن مخلط وليس فيه حديث واحد عن أحمد فقال لك يعني أحمد مع جلالته لا يمكن بقي بن مخلط ميروش عنه أحاديث يعني وقد أتى من إفريقيا إليه في بغداد ماشيا وإزاي يقلي مسنده من رواية أحمد فنقول ليس هذا بدليل كاف لأنه محتمل أن تكون رواية بقية عن أحمد في النصف الثاني الذي لم يره يعني يذكرني هذا بإسماعيل بن محمد من نصر سعد بن أبي وقاص لما روى حديثا أو ذكر حديثا فقال له الزهري أنا لا أعرف فقال له إسماعيل أتعرف كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا قال فنصفها قال له لا قال فاجعل هذا في النصف الذي لا تعرفه يعني عايز يقول له يعني لما أمد أقولش أنا لا أعرفه تا لم تحت بكل شيء علما اجعل هذا في النصف الذي لا تعرفه المهم أنه يعني بقي بن مخلط رحمة الله عليه أتى إلى بغداد ولقي الإمام أحمد وأنا أعتقد أنه لقي الإمام أحمد لأن القصة يعني ليس في إسنادها ما يشي بإنها غير مذكورة المهم أن مسند بقي بن مخلط أكبر مسندي في الإسلام مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه تقريباً تاني أكبر مسند في الإسلام يعني الإمام مسند إمام أحمد يعني تقريباً حوالي 28 ألف حديث مسند أبي هريرة في مسند أحمد حوالي 2400 أو 2700 في مسند بقي خمس ألف حديث عشان تعرف الفرق يعني مسند بقي ممكن يكون داخل على سكتين ألف مثلاً هذا الحديث الذي قال في شيخ الإسلام ابن تيميه أنه أشرف حديث للأولياء ليس في مسند أحمد إنما هو في صحيح البخاري رحمة الله عليه وهذا من الأحاديث المعدودة المتكلم بها في صحيح البخاري المتكلم عنه في صحيح البخاري ويرويه البخاري رحمة الله عليه عن من طريق سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته دي الوقت المخاري حتى أحبه في طرق أخرى وشواهد أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى أحببته يعني معيني كان مقتضى الكلام حتى أحبه قال وَلَا يَزَالُ هذا الفعل المضارع وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بالنوافل حتى أحببته فإن أحببته أو قال لم يقل فإن أحببته في رواية البخاري لكن أنا عشان يعني طريقتي أنادي إذا أردت أن أشرح حديثا آتي بكل طرق الحديث وألفاظ الحديث وأسبكها في بعض كأنها حديث واحد فمع لش لو أنا أخللت بلفظة أو كده في رواية البخاري يعني أنه أسامح في هذا لأنني لا أخرج في العادة عن المعنى فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وصراه الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينا قال ربنا تبارك وتعالى في هذا ولئن سألني لأعطينا ولئن استجاربي لأجيرنا في بعض البرض للطرق وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته وفي بعض الطرق ولا بد من الموت وما ترددت في شيء أنا فاعله تردد الرب تبارك وتعالى ليس كتردد العباد إنما التردد المذكور في هذا الحديث هو معنى بين متعارضين فيقال عن هذا تردد إذا كان هناك معنى إذا كان هناك لفظ أو كلام يجتمل على معنين متعارضين يقال تردد لي لأن فيه تردد ما بين هذا المعنى وذاك المعنى فالتردد هو التعارض ما بين معنين ليس التردد الذي يرده على العباد هاشا لله إن هو متردد أيفعل أو لا يفعل إنما نتردد نحن لعدم علمنا بالعواقب أهاجر إلى هذا البلد أم لا أترك الدار إلى دار أخرى أم لا أقبل هذا العمل أم لا أنت لا تدري ما فيه من الخير والشر عشان كده أنت متردد لكن هذا لا يكون في حق الرب تبارك وتعالى إيه بقى المعنيان اللي فيها ما تردد المعنى الأول لا بد من الموت المعنى الثاني أن عبده المؤمن يسوءه ذلك وهذا أشرف معنى للعبد أن يكره الله عز وجل مساءته يعني غالي لهذه الدرجة عزيز إلى هذه الدرجة أن خالقه يسوءه ما يسوءه يعني هل رأيتم مثل هذا المعنى قط كرامة للولي وهذا فيه رد على الجماعة المتحزقين الجاهدة الذين أردوا أيضاً حديثاً رواه الشيخان وهو حديث موسى عليه السلام الذي رواه أبو هريرة والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام أو قال بينما موسى عليه السلام في داره إذ رأى رجلاً في الدار الباب مغلق والشباك مغلق طب ده دخل منين رأى رجلاً في الدار يقول أجب ربك سلمني روحك يعني أجب ربك يعني هيئتله قال ففقأ موسى عيني الحديث ده أنا إن شاء الله إن عشته يعني سأعقده درساً فيه لأنه حديث مهم جداً وفيه فوائد تحت الألفاظ خطيرة يعني قال أجب ربك ففقأ عيني فصعد ملك الموت عليه السلام إلى ربه وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد عليه عينيه وقال انزل لعبدي فقل آل حياة تريد فقأ تعينه عشان مش عايز تموت يعني آل حياة تريد ضع يدك على متن ثور إذا كنت عايز تعيش يعني وتعمر طويلة ضع يدك على متن ثور فكل شعرة مستها يدك لك بها سنة يعني هات عجل كده ومشي إيدك على جلده كل شعرات مستها يدك لك بها سنة تخيل بقى ولا واحد عايز يعيش بقى كان حضن العجل ما سبش ولا شعرة من جلده وقاعد يروح كده ويعمل كده وينزل كده ويجب بطنه وظاهره وبتاعه الكلام ماهولا كبه كل شعرات سنة لك بكل شعرة مستها يدك سنة فلما نزل ملك الموت عليه السلام إلى موسى عليه السلام وقال له هذا قال موسى أي ربي ثم ماذا قال الموت قال فالآن الذين اعترضوا على هذا الحديث أحد أهم اعتراضاتهم قالوا لأن ولي الله وأنبياء الله لا يكرهون الموت إزاي موسى عليه السلام وهو أحد يقول العزم من الرسل يكره الموت يبقى الحديث ده باطل نحن نرد عليهم بنصوص أخرى منها هذا الحديث من هذا الحديث حديث ليه الأولياء أشرف حديث للأولياء وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت ده نص من الرب تبارك وتعالى أن عبده يكره الموت دي نمرة واحد نمرة اثنين أن الله عز وجل لم يسم مصيبة في القرآن إلا الموت نمرة ثلاثة حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت ولأنه لا يجوز تأخير البيانة عن وقت الحاجة لم يقل الله النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عائشة بل هناك من يكره الموت من أولياء الله أو من المؤمنين فطالما أنه سمع قول عائشة رضي الله عنه كلنا يكره الموت وهذه لفظة كما يقول الأصوليون موجبة كلية جملة موجبة كلية موجبة ليس فيها حرف نفي كلية مصدرة بلفظ كل الذي يفيد العموم لم تستثني أحدا قالت كلنا والكلام هذا يشمل النبي عليه الصلاة والسلام كمان كلنا يكره الموت قال ليس كذلك يا عائشة إن العبد المؤمنة إذا كان في إدبار من الدنيا الدنيا بأت ورى ظهره وإقبال من الآخرة رأى ما وعده الله تبارك وتعالى فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن العبد الفاجرة إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة رأى ما أعده الله له كاره لقاء الله فكره الله لقاءه وهذا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حملت الجنازة وكان المحمول يعني مؤمنا أقول يعني معنى الحديث كان المحمول مؤمنا رأى ما أعده الله فقال قربوني قربوني يعني أنتم مشين ببط الجماعة الشايلين من نعش يعني مشين ببط قربوني قربوني يعني إلى النعيم أما إذا كان فاجراً فقل يا ويله أين تذهبون به يا ويله هكذا على الانتفات يعني ما قالش يا ويلة وقد وردت يا ويلة في بعض الطرق ولكن في أحد الطرق قال يا ويله إلى أين تذهبون به عندما يرى ما أعده الله له من الخزي والعذب نأتي على الحديث بقى من أول لأن في معاني جليلة لكن ما أعتقد الوقت لن يسمح يعني نحن نقف على معانيه الكثيرة فسأذكر يعني بعض المعاني التي تختص بالمقام من عاد لي ولياً فقد آذنده بالحرب فواحد يقول طيب هل هناك أحد يمكن أن يعادي ولياً مع أن الولي سلم للناس لا عنده حق ولا حسد ولا بغضاء ولا ينافس أهل الدنيا في دنياه ولئن سمع ما يؤذيه فإنه يصبر بل يصل به الحال أنه قد يستغفر للذي آذاء فيهل يمكن أن تقع العداوة ما بين ولي لله حقاً مش شكل شكل ولي لا الأولياء مش بالشكل الأولياء بالفعل ولا هم المدفنون تحت القباب مش الولي اللي مدفن تحت قبة في مسجد ولا بيروحوا يلف حوالين القبر بتاعه زي الكعبة لا ليس هؤلاء هم الأولياء إطلاقاً دا أنا أقول لكم حكاية الذي قالها الشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف أيام ستينيات أيام جمال عبد الناصر يعني بيقولوا أنا رأي صعيد لفت نظري إن فيه قباب مبنية في الصحر فسألت نفسي ألا قلت إيه إيه القبة دي مين اللي هيجيها دي قبة ولي يقولون هي قبة ولي يعني في الصحراء فبيقول أعدت أفتش في المسألة دي فوجدت الاستعمار البريطاني لما نزل إلى مصر وكان نزل يعود بقى عساسي بقى مصر مستعمارة بريطانية وحب أن يعمر في مصر في الصحراء بقى يزرع وبتاعوا الكلام ده ودرسوا خصال المصريين وأنهم يقدسون الأموات قال لك أحسن حاجة عشان أعمل مجتمع سكاني أعمل قبة وأنشر في الناس إن تحتها ولي وأعمل كام بيت حوالين القبة دي ده خادم الولي وده بينظف للولي وده بيكنس الولي وده مش عال بيعمل إيه للولي الجامعة خدام الولي يعني عشر خمساشر بيت يبقى أصبع فيه تجمع سكاني تمام ونشيع في الناس إن ده والي ولوه كرامات ظاهرة وبتاعه الكلام ده ونعبد الطرق بحيث إن إحنا نعمل له مولد كل سنة فبالتالي الناس هتيجي من الأماكن البعيدة علشان يزوروا من الوالي وفيه ناس طبعا هتحب تسكن جنب الولي فبالتالي ممكن نعمل قارية حول هذا الولي ويزهروا بقى كرامات لهذا الولي يعني أنا أقول لكم شيء أنا سمعته بنفسي والراجل ده كنت أنا زمان وأنا صغير يعني حدثنا ستة ابتدائي كنت بروح في المولد ده مولد سيدنا علي العقيبي هو كده اسمه كده أنا وليش دعوه علي العقيبي لي يا جمع اسمه العقيبي قال لأنه كان ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام أهدى بضع من ضمن الحاجات اللي طيروها كان ماشي هو والصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام فهو اتأخر عن الصحابة في الماشي فقال له إلحق بنا يا عقيبي عشان إيه في العقب يعني عقبان يعني متأخر يعني يبقى هو كده كان عندنا في مصر في كفر الشيخ المحافظة تاني ومزار يعني بحارة اسمها بحارة البورورس فكان الجماعة الصيادين اللي بيستادوا الطير اللي بيجي مهاجر من أوروبا والكلام ده في الشتاء يروحوا بقى يلبدلهم بقى في البوس والشجر ويستادوا لإيه الطير اللي جاي مهاجر يعني المهم إن كان فيه مجموعة بيستادوا فحقدوا على واحد فيه الواحد ده كان دايما لما ينشل يضرب الرصاصة لازم تصيب بجع من البجع اللي بيجي ده المهم حقدوا عليه لسبب فأضمروا قتله فواحد قال له النزل هيئتلوك وفي اليوم اللي كان هيئتلوك قالوا له هيئتلوك في اليوم الفلاني فأخذ بعضه وتسحب كده هربان من البحيرة المهم شفوه فضل إيه هو يجري هم يجروا وفضل يجري زي المجنون لا يرى أمامه إطلاقا ومر على بيته في القرية بتاعتنا ولم يرى بيته ولم يرى القرية وفضل يجري 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 لحد ما اصطدم بباب انفتح الباب دخل وقفل وراه الباب من باب الوالدة ما مع انه علي افل لكن ولي تمام هو دخل في الباب بجسمه اتفتح الباب والله انا بحكي لكم حكاية كما سمعتها وكانت متواترة بين الفلاحين عندنا فتح الباب افل الباب اتقفل جوم العصابة القوية دي حاولوا يفتحوا الباب معرفوش المهم لما فشلوا في فتح الباب هو رجل مدخن فلما اخذ نفسه بيضار على العلم السجائل ها فأم يطلع سجارة ويضار على علم الكابريت ملاهاش فامتدت يد له من القبر بيولا والله العظيم انا سمعت وهذا كلم وبيحكوها عادي جدا ده شيخ صاحب مزاج ها كيف امتدت يده لهم القبر تولا له اهو ده بقى له مولد اسم مولد سيد علي العيبي طبعا الجماعة في البلد عندنا يسمع يقول لك فضحتنا المهم لا اصيبك من ده خود الام يعني كانوا اولياء الله حقا في حياتهم زي عبدالقال الجيلاني زي السيدة زينم زي الحسين رضي الله وعندهم كانوا اولياء الله فعلا في حياتهم لكن انظر ما يفعلوا هؤلاء في الخبور لا الولي حقا ليس صورة وليس ادعاء ينظر ان تجد له عدوا لكن تجد له من اعداء الله ضرارك وتعالى الحسد الفجر الفسق اه هؤلاء ممكن يعاد الولي لكن قد يقع بين الاولياء خصومات لكن لا يكون عداء وقد وقع هذا فعلا يقع بين اعداء الله خصومات يعني مثلا في صحيح مسلم والحديث في الصحيحين بس انا اخترت لفظ مسلم لانه فيه الشاهد اللي انا عايزه روى مالك ابن اوس ابن الحدثان اللي كان مع عمر ابن خطاب رضي الله عنه على بيت المال فمالك ابن اوس بقول يا امير الممين هل لك في عثمان وعبد الرحمن ابن عو وطلحة وسعد والزبير وسعد عايزين على الباب وفيني ممكن يدخلوا قال نعم فدخله الاربع فلم يلبث ان قال يا امير الممين هل لك في علي والعباس قال نعم علي بن ابي طالب وعمه العباس ابن عبد ابن الطالب فلما دخل العباس وعلي على عمر قال العباس لعمر يا امير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائل تخير العباس يقول على ابن اخيه هكذا على علي ابن ابي طالب وده لفظ الرواية عند مسلم اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائل ليه كل ده اختصم في من يقوم بصدقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء الأربع العثمان وعبد الرحمن والزبين وسعد نبي القاض قالوا يا أمير المون اقض بينهما وارح أحدهما من الآخر فقال عمر رضي الله عنه للعباز لقد جئتني لقد جئت أبا بكر تطلب تطلب مال ابن أخيك لهو النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبو بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاش الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة وجاء هذا على علي يطلب صدقة أو يطلب مال امرأته من أبيها تمام فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فجعلت فجعلت ماه كاذبا غادرا خائنا ده ده على أبي بكر صديق ده عمر يقول كده أنت جعلتم أبا بكر هكذا ووليتها بعد أبي بكر فجعلت ماني كاذبا آثما غادرا خائنا ده مين ده عمر بيقول علي والعباس أنت جعلتني أنا كده أنا ممكن أعطيها لكم على أن تقوموا فيها بما قام فيه أبو بكر وبما قمت فيه وطبعا لا يذهب ظن أحدكم أنهم عايزين يخدوا ما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم تملكا لا بل إدارة قالوا ادينا هذا المال ونحن نقوم عليه مش تملك لا يعني بعد ما عرفوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه صدقة لا يقتل ببال أحد أن هؤلاء الأولياء لله إن شاء الله عز وجل لا يسألان التمليك فشوف أدل أولياءهم أولياء لله فيما نحسب والله حسيبهم بينهم خصومات حتى أن العباس يقول عن علي هكذا وعلي العباس يقولان عن أبي بكر هكذا أو يقولان عن عمر هكذا فيما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وكذلك فيما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك اللي هو أبو بكر وعمر لما جاء وفد بني تميم أو ركب بني تميم فأبو بكر عمر أشار بواحد إنه يعني يؤمر قال أمر الأقرع بن حابس هذا عمر قال أبو بكر بل يا رسول الله أمر في بعض اللوايات القعقاع بن معبد بن زرارة وكان القعقاع بن معبد بن زرارة يقال له يقال له تيار الفرات لجوده وكرمه يعني شوف الوصف الجميل بتاعه تيار الفرات أبو بكر صديق اختار القعقاع بن معبد وعمر الخطاب اختار من الأقرع بن حابس فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلاف انت عايزت خليف نقلص قال له عمر ما أردت خلاف وعلت أصواتهما فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي شوف الصحابة عمر الخطاب كان إذا كلم النبي بعد ذلك يستفهمه النبي من شدة خفض صوته لما يكلم النبي النبي يقول أنت تقول ماذا تقول ارفع صوتك شوية عمر كان يقول لا أكلمك إلا كأخ السرار كأن أنا أبوش وشك لن أرفع صوتي أبدا هو الصحابة كلهم كانوا كده إذا أمر الصحابي بأمر أو إذا ندب إلى شيء يصل إلى قبته ما ياخدش جزء منه أبدا يعني أبو الهيث من تايهان كما في حديث أبي هريرة لما خرج النبي صلى الله سلم وأبو من بيته فوجد أبو بكر وعمر الأول خرج أبو بكر وبعدين خرج عمر بعدين فقال ما أخرجك أبا بكر من بيتك قال أخرجني الجوع قال والله ما أخرجني إلا هذا فبينما هما معا إذ خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهما ما أخرجكما فقال يا رسول الله ما أخرجني إلا الجوع قال والله ما أخرجني غيره المهم مشوا مع بعض حتى وصلوا إلى بيت أبي الهيثب ابن التيهان فسألوا المرأة أين زوجك قالت خرج أستعذب لنا المال بيجيب مياه حلوة يعني مأعذ فجلسوا شوف بقى لما يكون واحد مطموس على بصرته واحد يقول الحديث ده ليس صحيح ليه عفوا قال الحديث ده فيه دلالة على جواج الاختلاط ليه قال لك منجوم وقعد كلهم مع الست في البيت قال هل في الحديث أنهم دخلوا الدار وقعدوا مع الست أبدا هو لما يكون كده زي واحد برضو ضعف حديث أن رجلا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على طعام واحد لحام يعني الحديث فيه واحد لحام لحام له جزار يعني جزار ومش بيبيع جزار بيجزر البهاين يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم وافق وقال سآتي بعائش قال له لا انت الوحدي وانا برضو مستغرب من الحكاية لما النبي صلى الله عليه وسلم سآتي بعائش قال له لا أنت الوحيد قال له سأتي بعائش قال له بالو عائش يكرر النبي صلى الله عليه وسلم قال له هو عائش قال له يعني كده واخدت بالعافية عنه تمام فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هو واخد عائشة معه والصحابة كمان هيعدكم ويكلوا مع بعض أو ده فيه دلال على جواز الاختلاط فلما واحد انت تعزمه ليه بتخلي ملاتك ما تكلش معه هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكل عائشة مع الناس شوفي أخي البصائر وشوفي الفهوم معاولة زي المهم انه بعد شوية جاء أبو الهيثم بن تيهان يحمل قربة ماء يزعبها على كتبه فلما رآهم قال ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني وراح يتبع حلوم ايه شاه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اياك والحلوم المهم تبع حلوم الشاه وبتاعه الكلام ده ورمى راح يتبع الشاه وضع لهم رطبا يأكلوا منها لحد ما ايه ما يتبع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله واحد برضو من المغبونين ده ضعف الحديث ده برقم نفس الصحيح ليه تضعفه قال احنا مثلا في مصر مثلا وفي الشام لا عندنا تمر ولا متعودين على التمر ولا بناكل تمر ايه اللي في رمضان يعني الحديث بيقول اللي في بيته ما فيهوش تمر جائع طيب احنا مش جاعنين والحمد لله وما فيش في بيتنا تمر ولا بتاع يبع حدي صحيح ازاي انا اقول للجاهل ده ولامثاله معنى الحديث ان البيت الذي فيه تمر لو كان الشخص جائعا وتناول تمرتا او تمرتين صبره حتى يأتي الاكل يذهب جوعه وسغبه حتى يأتي الاكل حتى يأكل اكل تمر اثنين ثلاثة خلاص ادي معنى جياع اهله اي جياع حتى يأتيهم الطعام جياع حتى يملأوا بطونه من الاكل ادي معنى الحديث المهم ذبح للشاه والنبي صلى الله عليه وسلم شاه فابو الهيثم بيدبح بيده ويسلخ بيده ويشوف بيده ووضب الاكل كلها بيده فسأله أليس لك خادم قال له لا قال اذا اتانا سبي فأتني فجاء سبي جاء اثنان لا ثالث لهما فأرسل الى ابي الهيثم قال له جاء انا سبي قال له دي الاثنين خد واحد منهم كان اي واحد ممكن يقول الدين هذا ده عضلاته بتاعه اشغله قال له يا رسول الله اختر لي شوف الناصح اختر لي هو ما اخترش ابدا قال اختر لي قال اخذ هذا فاني رأيته يصلي واستوصي به خيرا ممكن واحد من المغمونين دول يقول لك ايه يعني انت انا بصليش اما اني بقى مسلم ازاي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخذ هذا فاني رأيته يصلي يبقى التاني ايه بدليل المخالفة مفهوم المخالفة يعني كانت انا بصليش لا المعنى مش كده اي فاني رأيته يصلي صلاة ينظر اليها بين عليه خشوع بين عليه خضوع زي جماعة اللي هما كانوا العبيد بدعوا ابن عمر كان ابن عمر اذا رأى من عبيده رجلا يصلي وخاشع يقول له انت حر فبادوا كلهم يقلدوا اي واحد عايزه يبقى حر يعمل كده ابتاعه ويعيط ونهنه ومش عارفه فابن عمر يشوفه بالنظام ده يقول له انت حر فسلم ابنه يقول له يا ابتي يعني العبيد هيخلصه كده ده كل واحد عايزه يعتق يوم يعمل نفسه وخاشع وهو مش عارفه الكلام ده ده هؤلاء يا ابتي هؤلاء يخدعونك قال يا ابني من خدعنا في الله خدعنا له من خدعنا في الله خدعنا له فقال له خذ هذا فاني رأيته يصلي واستوصي به خيرا فلما خدوا للبيت يعني فامرات أبي الهيثم مرأته بتقول له ماذا قال لك نبي صعب قال أعطاني هذا وقال استوصي به خيرا قالت يا ابا الهيثم ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوساط به خيرا إلا أن تُعْتِقَهُ قال له أما أنا أجيبه ليه أنا أجيبه عشان يساعدني ده النبي عليه الصلاة والسلام لما شفني أنا شغل لوحدي قال لي خده عشان يساعدك فتقوم تقولي له استوصي به خيرا فقام أبو الهيثم ابن تيهان قال له أنت عتيق خلاص ده فعل المرأة مرأة الصحابي الجليل والنساء الصحابة كانوا كده رضي الله عنهن جميعا ورضي الله عنهن أزواجهن قالت ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه قال له أنت عتيق مش قعد يهرش في الماغ وقول لي ترى عتيق ولا مش عتيق ها لم يتردد إطلاقا في هذا كان الصحابة إذا أمر الواحد بأمر يصل إلى سقفه أعلى حاجة ممكن تتصور فيه فكان عمر رضي الله عنه بعدما نزل قول الله تعالى مؤدبا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كان إذا كلَّم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد صوته يظهر حتى يستفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يريد شوف يعني دخلت أنا مدخل مش عرف أطلع منه كان نفس أقول يعني فايدة واثنين وثلاثة واربعة لكن قدر الله ما شاء فعل أرجو أن يكون فيما قلته فائدة وجلاء للقلوب مع مدخل رمضان أظن رمضان يعني يوم الاثنين يوم الاثنين إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن تتقبل مني ومنكم وأن يعيننا على صوم رمضان وعلى قيامه وإن شاء الله تبارك وتعالى أن نلتقي بعد رمضان يعني لأنه مش مناسب إطلاقا نحن في رمضان نأتي ونأخذ المدلس في هذه القاعة لكن في رمضان أنا لا أدري جدولي في رمضان أذهب وفي أي المساجد سأتكلم لكن قيل لي أنه في مزج الإمام يوم إطناشر أو أربعتاشر رمضان لي درس بعد الترويح تقريبا يعني فيما قيل لي والله أعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين